ماذا يستفيد هؤلاء الناس الذين يفسدون قلوب الناس على الناس وين لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده تأتين بعض القضايا فأسأل فيها سؤال مهم جدا يقول لبعضهم والله سوينا الخطوبة أو الملكة مختصرة جدا وما خلينا زوجات إخواني يحضرون ولا خلينا خالاتي ولا عماتي وهذه كثيرة جدا فأسأل ما هو السبب يقول لأننا جربنا مع زواجاتنا ومن هذا القبيل أنهم أول التعارف هذا خصوصا في الخطوبات أو غيره يفسدون العلاقة لحياة الأسرة الجديدة هذه تجلس الخالة تجلس الخالة هذه وتقابل أخت الزوجة أو تقابل أمها أو تقابل والله والنعم فيهم وبعض الأمهات جزاها الله خير أنت الآن بسأل السؤال زوجتي بنتك للعائلة هذه ما الذي الآن ملكته وش تستفيدين لما تقابلين خالته تسألين عن الولد وش لونه وش أخباره وش مسوي يا أخي يمكننا خالته هذه تبي تعطيها بنته ولكن هو ما يريدها يعني كيف تتكلم خالته عنه وش لون خواته أمانة ما تقولين أمانة ما تتكلمين أمانة كذا ترى أنا ما أحب المشاكل لا والله إنش تحبين المشاكل والله العظيم أنت تدورينها شوف ما يجيك واحد يقول لك أنا ما أحب المشاكل إلا هو صديق للمشاكل هذا هذا اللي يلبس الثوب الرقيق وإنه طيب وإنه ما أحب المشاكل هذا أنت بمنه تدري ليه لأن من نقل لك نقل عنك من نقل إليك نقل عنك طيب ماذا تستفيدين أنت أنت زوجت بنتك الحين و أنت كذلك يا أم الزوج نقيتها البنت حق أولدش و خطبتيها شلي داعي في الخطوبة و الملكة تسألين عمتي عنها خلاص سألتي أنت ليش تتبحثين عن البنت الحين ها شلون بنتكم هذي بسألت سؤالي يا حماة أنت شلون أمه كيف أمه معاكم عساها تجالسكم ولا نمسة عساها تجتمع معاكم ما تجتمع معاكم عرفت أنت والحين ليش أنا اخترت هذا العنوان الأمانة الأسرية لأننا في الحقيقة قاعدين نهتكها نهتك الأمانة الأسرية هذه يا من تحضرون المناسبات لو وجهت لكم هذه الأسئلة فلا تقولون إلا خيرا لا تقولون إلا خيرا ولا تنقولون إلا خيرا ولا تنشرون إلا خيرا ولا تذيعون إلا خيرا عن الناس لأن هذه اللقاءات إما أن نخرج منها ونحن في قمة المحبة والسعادة ولا نخرج منها ونحن متخاصمين متشاجرين متنازعين لأن هناك شخصيات حياتها هكذا ما تعرف تسكت ما تعرف تحفظ أمانة الناس ترجمة نانسي قنقر